نهاردة الزمالك وفاركو تعادلها سلبياً 0-0 نهاردة شارك في هذه المواجهة سيد عبدالله نمار لعب ناشئ في نادي الزمالك من المناسبة واحد من أفضل اللاعبين في هذه المواجهة ده اللي وقفت عنده في مواجهة الزمالك وفاركو نهاردة المواجهة النهاردة كان الزمالك بيهاجم كتير جداً وضيع فرص عديدة جداً ولكن فاركو قدر يحافظ بشكل كويس جداً على نتيجة المباراة ونتيجة التعادل عجبني فكرة إنه جوزفالدو بريرا من المدربين عامل كده زي كالوس كيروش طبعاً خبرات كبيرة جوزفالدو بريرا أبص على اللاعب الكف أبص على اللاعب الجاهز مفرقش معايا أسماء في التشكيل أو في الفريق أبص على اللاعب اللي هيقدر يديني ميفرقش معايا اسمه ميفرقش معايا سنه ميفرقش معايا غير مستوى وأداءه الزمالك النهاردة صحيح خسر النقطتين أول نقطتين يخسرهم بريرا مع الزمالك فيه الدوري بعد انتصارين متتاريين ولكن تحس الفرقة فايقة تحس الفرقة عيشة تحس الفرقة بتلعب بكورة تحس الفرقة ركزة لو ما سجلتش فمش بيخش فيك أهداف الزمالك كان عايش مرحلة صعبة جداً فلايزم جمعين نادي الزمالك تزبر على بريرا جداً وأنا عايف إن جمعين الزمالك بتحبي بريرا جداً وتحصل فيه جداً وتزبر عليه بس مهم جداً تفهم إنه الزمالك كان في مرحلة صعبة جداً فنان وتكتكام في الملعب مرحلة صعبة جداً على مستوى التنظيم إضاءة فرص هي مشكلة في الزمالك منذ كارتيرون يعني كارتيرون لما كان موجود كان عنده أزمة مع تشكيلة نادي الزمالك في إضاءة الفرص السهلة نفس المشكلة لسه موجودة عند نادي الزمالك وأنا واصق إن فريرا يقدر يعوض الأمور دي سريعاً